صون الحرف التراثية وإحياؤها ونقلها وحماية مبدعيها هي على رأس أولويات العمل الثقافي والتنموي في إمارة الشارقة وعليه منذ عام 2007 أقام مهد الشارقة للتراث منتقى الشارقة للحرف التقليدية والتي تولى الدوراته ليصل لنا هذا العام بدورته الثانية عشرة حامل انشعار حرف شارقية استمر على مدى يومين بأنشطته المتنوعة التي تحمل بين ضياتها عبق التراث وأصالته هذا الملتقى أيضا يركز على جهود لقسم أنظمة المعلومات في المعهد الذي يحاول استخدام التقنيات الحديثة في عرض التراث مثل تقنية الواقع الافتراضي والهولوغرام سواء التفرج على الشاشة أو خلال لبس الخوذة أو غيرها من الأمور يزخر المغزون التراثي الإماراتي بالعديد من الحرف التقليدية التي تستعرض في الملتقى لتوثق رحلة الأباء والأجداد في سباقهم مع الحياة كما تضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الأنشطة التراثية استهدفت المقتصين والمهتمين بمجال التراث والحرف التقليدية والمجتمع المحلي وشملت التركيز على البيئتين الساحلية والصحراوية في الإمارة كل سنة غير الملتقى يكون كل سنة أحسن من الثاني فالسنة ما شاء الله حتى الإقبال زيادة لأن المكان في نصف الفريج فالتنقاطين ما شاء الله كلهم من سمعوا أن في ملتقى الحرف كل الناس يائين فالحمد الله على كل حال يعني الله يطور بعمر الشيخ سلطان ما مقصر فأنا سوي أضرب الثوب على الكدورة يعني أضرب التلي على الثوب في إمارة الشارقة حيث أصالة الماضي وعبق التراث يتألق سنوياً ملتقى الشارقة للحرف التقليدية كصندوق خشبي أصيل يحفظ الذكريات ويصون التراث الإماراتي الجميل حياكم الله مشاهدين من جديد مستمري معكم الحديث عن أهمية هذا الملتقى وأهم نتائجه ومع ضيفتنا في الاستيديو الأستاذة مريم ثاني عضو في لجنة المعارض والمقتنيات بمعهد الشارقة للتراث حياة شالله يا مريم نورتين اليوم في برنامج أهلين حياة شالله طبعاً نشكر جهودكم التي قمت بها طبعاً خلال الأيام السابقة وطبعاً نختتم طبعاً الملتقى بقبل يومين طبعاً نحن نركز أكثر والجهود هذه الكبيرة التي قمتوا فيها ومثل ما شفنا في التقرير الملتقى أو الدورة هذه كانت مميزة بأهميتها والأهداف التي تقوم من خلالها نبن عارف ما أهمية ملتقى الشارقة للحرف التقليدية في دورته الثانية عشر تأتي أهمية ملتقى الشارقة للحرف في دورته الثانية عشر كاختيار تحت مسمى حرف شارقية بناء على احتفاء بإمارة الشارقة كمدينة مبدعة من قبل اليونوسكو تم اختيارها فتحبينا نركز في الملتقى على عدة أهداف من ضمن الأهداف التي ركزنا عليها على إحياء هذه الحرف وإحياء السياحة التراثية عساس أن نعرف الناس بالحرف التي كانت موجودة سابقاً واندثرت وكيفية المحافظة على هذه الحرف تعريف الأطفال بالحرف وأهميتها وعساس أن ننشأ حرف مستدامة صحيح تكون دائمة طبعاً مع الجيد يعني مثل ما نقول أن هذا يعتبر ثاني ملتقى بعد أيام الشارقة التراثية يعتبر فرصة للجمهور أن يتعرف على هذه الحرف التقليدية القديمة نتعرف كذلك عن شعار هذه الدورة حرف شارقية نعم سيب اختياركم لهذه شعارية احتفاء بإدراج إمارة الشارقة كمدينة مبدعة من قبل اليونسكو فحبينا أن نسلط الضوء على الحرف الخاصة بإمارة الشارقة التي كانت تمتاز فيها سابقاً يعني لمازالت لحد الآن موجودة يعني من قبل أمهاتنا لمازالوا يمارسون هذه الحرف يعني لو أنها اندثرت لا لكن صاحب السمو حاول إحياها عن طريق دعم هذا الملتقى الذي يقام مرة كل عامين أكيد سادة بالتأكيد طبعاً نذكر دائماً جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم التراث في دعم الشعر في دعم كل الميادين الثقافية حول كذلك في إمارة الشارقات نتحدث كذلك أن هذا الملتقى ضم العديد من الفعاليات وورش كذلك التدريب التي كانت متاحة للجمهور هذا العام هذا العام كان الجمهور من قبل الجمهور مفتوح لجميع الفئات الجمهور من أطفال لكبار السن للشباب وهذا الشيء الذي كان مميز بهذا الملتقى الجمهور تميزه هذه الدورة بالجمهور الجمهور هو الذي يعطى حياء للمكان ورغبته أن يتعرف على تراث الإمارات وتراث إمارة الشارقة وهي الحرف الشارقية فكان العنوان جاذب للجمهور أن يتعرفون ما هي الحرف الشارقية صحيح فضمن جلستين التي هي تسليط الضوء على الحرف التي كانت تمارس وعلى كيفية إبراز هذه الحرف وكيفية جعلها حرف مستدامة وليس مجرد ندواء تنشأ مجرد أن نلقي كلام لتدريب هؤلاء الحضور كان في ورشة تدريبية للأطفال فكان يدربونهم على كيفية هذه الحرفة ولكن الطريقة مبسطة عن طريق الحكاية عن طريق ورشة الأعداد بالأدوات التي كانت مستخدمة سابقا جميل هو التقارب بين الجيل الحالي والجيل السابق في حسين الأبوهات والأموهات القدامة يعني يحبون داما أن يقدمون كل اللي عندهم طبعا من معلومات حول الحرفة التقليدية الموجودة كانت في إمارة الشارقة قديما أو دولة الإمارات بشكل عام نتحدث أستاذة عن ردود أفعال الجمهور مثل ما قلتي أن هذه الدورة تتميز بأنها تكون عامة طريحة للجمهور غير عن السنوات السابقة كيف كان ردود أفعالهم؟ كان الصدق كبير حتى حبوا أن يتمدد إلى فترة أطول أكثر عن يومين فكان الأقبال ويد كبير خاصة على الحرف التي اندثرت مثلا فلق المحار كان الأطفال يهرعون إلى جميل خاصة أن هذه الحرفة تكون صعبة شوي على الأطفال أي وصعب فكانوا يعرفون كيف يحصلون للولو شو أنواع اللولو هل ممكن المحار مثلا مثلا نفتحها فكان يشرح مثلا كيف تتم عملية الغوص بحثا عن اللؤلو وأين المغاصات وشو الأدوات المستخدمة فكانت تجربة حية بطريقة مباشرة كانوا يقدمون للأطفال والجمهور شكل مباشر أرام الأطفال نعم نريد أن نتعرف أكثر عن الحرف التقليدية التي تم الملتقات تصريط الضوء عليها وإظهارها للجمهور اللي كان متواجد في الملتقات نضطوا على الحرف الساحلية التي تبتز بها إمارة الشارقة مثل الجلافة وهي حرفة صناعة السفن كيفية صناعة السفن والأدوات المستخدمة والأشرعة وكيف يتم استخدامها وهل كانت في أنواع السفن الخاصة بالصيد غير وليتذهب للتجارة سفن خاصة وكان فيه كذلك لكل حرفة مصاحبة الفنون لهذه الحرف التي كانت تصاحبها كذلك عندك حرفة صناعة المالح فكانوا مثل ما تعرفين سابقا كانوا يعتمدون على حرفة الصيد ففي مواسم كانوا يطلعون ببهاتنا ويدودنا أننا عساس أننا يصيدون الأسماك فكان يتم تجفيفها طريقة فكان فيه شرح وافي في طريقة تجفيف الأسماك والأدوات وما هي الأشياء التي كانت وطريقة استخدامها كذلك تم تسليط الضوء على مثل ما ذكرنا على مهنة فرق المحار وكيفية استخراج اللؤلؤ مثل ما اشتهرت فيها المنطقة التي هي بتجارة اللؤلؤ كذلك تم تسليط على البيئة البدوية وعلى الفنون الشعبية والأهازجة التي كانت تستخدم وعلى ما تنتجه هذه البيئة سواء من المنتجات التي هي الأكل والتي كانت يتم بيعها في فترات ومواسم عدو كذلك تم تسليط على البيئة الزراعية وعلى حرفة السدو وكيفية استخدام السدو وكيفية تشكيل اللؤون كان يستخدم أدوات للطابخ والمنزل فكان الهدف مننا هي إحياء هذه الحرف وأبرازها عن طريق استهداف شريحة كبيرة من المجتمع والأطفال والشباب للإطلاع على هذه الحرف أكيد تعاونتم مع جهات معينة أو مدارس مثلا في جلب الأطفال والطلاب المدارس التعرف كذلك على هذه الحرفة التقليدية في ملتقى الشارقة الحرف التقليدية تم التعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية من ناحية السوق التي تسويق المنتجات المنزلية مثل كانت تسويق اللبن، الشامي، اليقر وبعض السعفيات الأشياء اليدوية التي كانوا يستخدمونها مثل السعفيات المتشبه الأشياء صغيرة كميداليات تم التعاون مع هذا الطريق والمدارس تعاونه مثل إعطاء الطلاب جولة تعريفية عن تراث الإمارات والمعلومات التي حول الحرف التقليدية الموجودة نتحدث عن المعارض التي كانت موجودة في ملتقى الحرف التقليدية والتي كنت مسؤولة عنها كيف نتوسع في هذا المعارض في هذه الدورة الثانية كان مصاحب لهذا الملتقى ثلاث معارض المعارض الأول وهو معارض الطب الشعبي والذي كان يتضمن أهم الأعشاب التي كانت تستخدم وحرفة الطبابة التي هي مثلا الكي والوسم والأمراض التي هي مثلا وسم عرق النسا وعرق الرضاخ وعندة جبر الكسور والأدوية التي كانت والأعشاب التي كانت تستخدم كان هناك اختلاف في عرض وطريقة العرض فكذلك أتينا بالأعشاب التي كانت اندثرت وحبينا أن ننحيها فكان الجمهور حاب يتعرف على الأعشاب التي كانت تستخدم حاب يتعرفون على المنافع التي ممكن أن يستخلصونها من هذه الأعشاب كذلك عندك له معرض الأبواب حبينا نسلط الضوء على حرفة النجارة أن كانت النجارة قبل تعتمد على صناعة الأبواب فالنجار بالإضافة إلى الحدات كلهما يكملوا الآخر فكنا عرضين مجموعة من الأبواب فكانت هذه الأبواب تعبر عن الحالة الاجتماعية لكل أسرة أو لكل بيت فلكل بيت كان فيه ديزاين معين فيه تشكيل معين يتم استخدامه لاصطناعة هذه الباب فكان يعبد عن الحالة الاقتصادية لهذا المنزل جميل جدا وكذلك معرض الأدوات الموسيقية الذي كان فيه أنواع من الأدوات التي انقرضت وحاولنا أن ننيب هذه الأدوات التي انقرضت وأن نسلط عليها ضوء مثل الكبوة والطنبورة والشيندو وهذه الأشياء جميل السادة مريم إلى جانب الحرف هناك هل كانت هناك مشاركات أخرى تقريباً موجودة في هذا الملتقى الشارقة الحرفات المتحدة مثل ما ذكرت سابقاً كان هناك هورش للأطفال كذلك فقرة الحكواتي الذي كان يذكر بأسلوب شيء للأطفال ويوصب لهم فكرة يعيشهم الماضي بس بأسلوب الحكاية كذلك كان هناك ركن الابتكار الذي كان من قبل معهد الشارقة للتراث في رعدبة شاركونا بأشياء تراثية لكن بطريقة مبتكرة وهو طريقة استخدام المتبه كيفية تهوية الطعام أنه لا يفسد فكانوا مستخدمين التقنية الدمجة والماضي بالحاضر جميل جداً كيف كان إقبال الناس على هذا اليوم؟ مثل ما قلت أن الناس حبوا أن يمددون تقريباً هل كان هناك طلب من الجهة أن تمدد الملتقى لأيام ثانية؟ وعدناهم إن شاء الله سيكون مثل هذه الحرف التي عرضناها ستتواجد في أيام الشارقة للتراث بشكل أوسع على فترة ثلاث أسابيع إن شاء الله بس سيكون بشكل كبير وبشكل موسع أكثر إن شاء الله بإذن الله نبي نعرف الختام كان قبل يومين وهو يوم الأربع تقريباً متعرف كيف كان ختام ملتقى الشارقة للحرف التقليدية؟ في ختام الملتقى تم تكريم الجهات الراعية والمشاركين والذين ساهموا في إثراء هذا الملتقى فكانت كذلك مشاركة من قبل الأستاذ أحمد عباس طاهر الذي هو عضو في اليونسكو من مدينة الإحساء الذي ألقى عن الحرف التقليدية كنوع من الحرف المستدامة فألقى كلمة في هذا الملتقى كذلك الأستاذة فاطمة المغني استرجعت الماضي بالأشياء التي كانت استذكرت التي كانوا يمارسونها والتي كانت ربات المنزل يمارسون بعض الحرف وخلال ممارسة الحرفية كانت أهازيج وأغاني كانت تردد أثناء ممارسة هذه الحرف صحيح أستاذة مريم نتحدث أن ما بعد الملتقى الشارقة الحرف التقليدية ما هو المفاجآت والفعاليات التي نجهز إن شاء الله الجمهور وطبعا يحب أن يتعرف أكثر عن الحرف التقليدية وعلى الأشياء التي ذكرنا بالماضي الأصيلة إن شاء الله سيكون تجهيزنا المقبل لأيام الشارقة التراثية في شهر أبريل إن شاء الله سيكون لمدة ثلاث أسابيع المهرجان فترقبوا المفاجآت التي ستكون بهذه النسخة إن شاء الله أكيد ساذة مريم ملتقى الشارقة للحرف التقليدية يعتبر بيئة خاصة للحفاظ على هذه الحرف التقليدية الموجودة في إمارتنا الشارقة وكذلك البيئات المختلفة الموجودة طبعا على مستوى المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى بمختلف بيئات كيف تم تركيز الملتقى من خلال إبراز هذا الموضوع؟ تم التركيز عن كل حرفة كان يوجد لها مثل جناح خاص بها جميل من خلال الأدوات التي كانت تستخدم الشرح المفصل مقبل الأشخاص الذين مارسوا هذه الحرفة صحيح عساس أن يكون شرح وافي وبشكل كامل وأن الفكرة المرجوة من الملتقى توصل للناس بشكل مبسط وبشكل أسرع صحيح فكاننا نركزنا مثل ما قلت على البيئات الساحلية والبيئة البدوية والبيئة الزراعية صحيح بكل ما تضمنتها من أدوات وأشياء كذلك تم تركيزنا من ناحية البيئة الساحلية على صناعة القراغير والليخ وكيفية صناعتها يدويا كانت أشياء تصنع يدويا من قبل الشخص نفسه أكيد من خلال كذلك ملتقى الشارقة الحرفة التقليدية كان هناك إصدارات كتب تقريبا موجودة في هذا الملتقى لو تحدث عنها أبرز الكتب التي تم عرضها في ملتقى الشارقة للحرفة التقليدية في بيانة للأبرز الحرفة الموجودة في إمارة الشارقة بمختلف بيئاتها تم إصدار كتب خاص بالمعارضة الثلاثة المشاركة وكان يحتوي الكتب على كل معرض مثلا الطب الشعبي يحتوي على كل عشبة يحتوي عن طريقة استخدامها والمنفع المرجوة منها كذلك في معرض الأدوات الموسيقية كل آلة في ماذا كانت تستخدم نعم وفي معرض الأبواب كذلك تم التطرق إلى أنواع الأبواب وطريقة صناعتها والأدوات التي تم استخدامها كذلك تم في كتاب ثاني إلا هو حرف تقليدية بعنوان حرف تقليدية كان يحتوي على صناعة على صناعة الحرف خاصة بكل بيئة فكان يحتوي على الحرف التي مثل صناعة البراقع والصفافة والتلي فكان يحتوي على كل حرفة نبذى عنها وطريقة استخدام هذه الحرف كذلك كان هناك مشاركات في عرض من طلاب تقليدية الفنون من جامعة الشارقة في عرض أبرز أبداعاتهم كذلك في مثل ما يقول حداثة التصميم كذلك تحدث عن هذا الموضوع هذه مشاركة الجميلة من قبل الطالبات تم مشاركة من قبل كلية الفنون التابعة لجامعة الشارقة مشاركتهم عن طريق تطوير عن طريق تطوير المنتج اللي هو المنتج بشكله المبسط إلى فكرة يديدة فكرة إبداعية فحبينا أن هالمرة أن يكون فيه فكر إبداعي صحيح في الملتقى فكذلك فساهمت مشاركتهم في إثراء هذا الملتقى كيف كان ردود أفعال الطلاب نفسهم في المشاركة هاي كانت مشاركة لهم الأولى أم كان لهم مشاركة سابقة في بداية كم ملتقى الحرف كانت لهم المشاركة الأولى نعم كيف كان ردود أفعالهم في مشاركتهم الأولى بعد الختام طبعاً كانوا متحمسين جداً أن يشاركون في المرات الأولى وحتى تم إن شاء الله رح يكون فيه تعاون بين محد الشارقة للتراث وكلية الشارقة للفنون نعم من خلال أن رح يكون فيه ركن تراثي ممكن الطلبة يستسقون منها الأفكار جميل أن يطورون فيها مهارتهم الفنون مع تراث نعم جميل جداً نتحدث كذلك ملتقى الشارقة للفنون أو للحرف التقليدية ليس مكان فقط لعرض الحرف التقليدية وإنما كذلك هو يعتبر بمثابة أكاديمية لبحث حول الحرف التقليدية كيف يتحق ذلك من خلال ملتقى الشارقة للحرف التقليدية تم زياراتنا من قبل طلاب الذين ناوين أن يكملون دراساتهم العليا فكان مجال بحثهم مثلاً في طالب مجال بحثها عن صناعة اللؤلؤ صحيح فكان الملتقى فرصة أن تلتقي بالحرف نفسها الحرف نفسها وتتعرف أكثر وتتعرف أكثر على هذه الحرفة نعم فكان الأقبال كبير من قبل الطلبة كذلك طلبة الجامعة القاسمية كانوا حابين وكان لديهم شغف كبير أن يتعرفون على تراث دولة الإمارات وبالأخص على الحرف الخاصة بإمارة الشارقة جميل هل إن شاء الله في الفترات القادمة في مشاركات أخرى من قبل الجهات على مستوى إمارة الشارقة في المشاركة في ملتقى الشارقة الحرف التقليدية مثل ما أنت قلت أنها المرة خليتوها للجمهور بشكل عام هل إن شاء الله في الفترات القادمة في مشاركات من قبل الجهات الأخرى في عضل مقتنيات مثلاً أو لهم مشاركات ثانية إن شاء الله مثلاً مثل ما ذكرت سابقاً أن تم التعاون مع جامعة الشارقة كبداية فإن شاء الله سيكون في تعاون كبير مع بعض الجهات كذلك تم التعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية من ناحية الأسواق وبيع المنتجات للأسر المنتجة صحيح في هذا أستاذ مريم تحدث عن احتفاء الملتقى كذلك بإدراجها مدينة مبدعة للفنون طبعاً أو في مجال الحرف والفنون الشعبية ضمن شبكة اليونيسكوب نتحدث أن هذا يعتبر إضافة نوعية طبعاً إلى رصيد ملتقى الشارقة للحرف التقليدية كذلك حبينا أن نسلط الضوء على الفنون الشعبية مثل فن الربابة كيف يدعم ذلك الموضوع أن إمارة الشارقة حصلت على هذا الاحتفاء أو كأنها مدينة مبدعة للفنون في الحرف التقليدية تم التسليط الضوء على هذه الفنون التي كانت مستقبلة فكان في مشاركات خارجية من قبل إدارة الفنون أن يشاركون خارج الدولة ويعرفون الناس بالفنون الشعبية التي كانت تمارسها فن الدانة عندها فن الدان وفن الربابة هذه الفنون التي كانت مشاركة من قبل فريق معهد الشارقة للتراث نعم أستاذ مريم كلمة توجهينها للجمهور مع ختام ملتقى الشارقة للحرف التقليدية في دورته الثانية عشر نشكر جهودكم ونشد على إيدكم للجهود التي تدبرها في المحافظة على هذا التراث والحرف التقليدية على مستوى إمارة الشارقة بجميع مناطقها المختلفة كلمة أحب وجهها أن التراث عبارة عن هويتنا إذا حافظنا عن تراثنا سنحافظ على هويتنا أكيد أستاذة نشكر تواجدت اليوم في برنامج أماسي أتمنى لكم التوفيق طبعاً في كل ما قدمتنا اليانا كانت معنا الأستاذة مريم علي ثاني عضو في لجنة المعارض والمختنيات شكراً لك على تواجدك اليوم في برامج أماسي ومثل ما قلت مرة ثانية يعطيكم العافية ومن أفضل إلى أفضل بإذن الله ترجمة نانسي قنقر